السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدين اكرا ونردان في فيديو جديد عندنا نرد عصر الحداثة بمصر طبعا عايز اوليكم التطور الكبير اللي حصل في الجيش هو مش كبير قوي بس عايزكم تركزوا مع السفن والغواصات بقينا يا جماعة 150 سفينة و150 غواصة انزل اكتب على طول تحت الوقت في الكومنتات عندك كام غواصة وكام سفينة وبدولة ايه طيب وكمان وصلنا في الدبابات لأربعة تلاف ومية هتقول لي عدد قليل هقولك اه احنا بنحاول نتطور اكتر من كده بس يعني لسه بدري بنجمع الفلوس الاول والحمد لله ان الفلوس عندنا ايه بتزيد بسرعة وخلاص يا جماعة فاضل اقل من اتنين مليون واطن ونوصل متين مليون فعشان كده كمان مضطرين ان احنا نصلح البيوت والمباني السكنية يعني اللي هي الاسكان والخدمات المجتمعية في حالة سيئة دي ايه دي بس سواني كده دي ايه اللي في حالة سيئة بالزبط طيب تقريبا يعني بيوت او حاجة كده او منازل او عمرات بس ايه هنا بقى عندنا المنازل لا دي مش منازل دي اكيد مش منازل ممكن تكون دي فيلا لانها ضررين ما برضه ممكن تكون ش فيلا عادي يعني بس او حاجة في حالة سيئة وخلاص عموما طيب وعندنا هنا منازل متعددة الشقق في حالة سيئة 1377 ومنازل بس هي 7190 دلوقتي طيب انا على فكرة جماعة العمرات اللي انا قلت عليها دي هي هي منازل متعددة الشقق عشان كده قلتلكم لا مش امراض طيب يبقى دي بس تقالي ان هي فيلا يعني بس تقالي كده طيب اه ممكن نخش دلوقتي برضه اوريكم وزارة الصحة انا حاولت اني ازود شوية في المستشفيات والحاجات دي يعني برضه اتاخد وقت او كل حاجة بس بحاول نزود على قد ما نقدر طيب ومراكز الشرطة برضه تقريبا يعني زودت اه زودت اه مراكز الشرطة وبرده كنت اطورت شوية في اسطول المركبات اللي هو يعني المفروض المكان اللي بتركن فيه تقريبا المكان اللي بتركن فيه العربيات يقصده كده بس يوم ما كتبنا طبعا ترجمنا غلط طيب ممكن دلوقتي برضه معانا موارد وكده نعمل خمسين مش هياخده وقت تبقى حلوة برضه هتزودنا تقريبا خمسة في المية ميوان خمسة في المية هتزودنا في الامن فدي حاجة كويسة احنا في الامن دلوقتي بقينا 17 عالم فبرده دي حاجة مش وحشة طيب ممكن دلوقتي بقى نخش على التعليم لان احنا انا في التعليم ما طورتش اي حاجة تقريبا فعلا التعليم ما طورتش حاجة خالص نقدر نعمل روضة الاطفال ممكن نعمل خمسين عارف ان عدده لايه لقى وكل حاجة بس نعمل ايه وهنا برضه المدارس نعمل خمسين وهو مش معقولة خمسين روضة اطفال هيتطلعه مثلا على عشر مدارس احنا اصلا عندنا مشاكل في روضة الاطفال فلازم نحاول احنا نوصلها تتساوى مع المدارس بس المؤسسات التعليم العالي فهي مش لازو تتساوى مع المدارس لانه طبعا بتاخد اعداد اكبر المدارس طيب مؤسسة التعليم العالي نقدر نعمل احنا مية ستة وتلاتين فانا هعمل خمسة وعشرين وده عدد كبير عدد كبير يعني مقارنة باللي عندنا احنا عندنا ربعمية خمسة وتلاتين فانا هنزود عليهم خمسة وعشرين عدد عدد كبير عكس مثلا ما بنزود خمسين عالسبعتاشر الف مش فرقة قوي طيب دلوقتي بقى نخش على وزارة البنية التحتية هنا مسار الدرجات مالوش لازم قوي ده بس مش عارف عملو ولا ما عملوش اللي عملنا مية هتاخد وقت هتاخد مية يوم فدي حاجة كويس نعمل مسار درجات طيب ممكن برضو خطة السكة الحديدية نقدر نعمل قدية تمنمية ستة وتسعين يعني ممكن دلوقتي نقول تسعمية او تسعمية وستة طيب انا هنعمل مية 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 برضو تاخد مية يوم طيب طريقة السيارات طيب نقصده بقى ترك السيارات بس طبعا ترجمينا غلط نقدر نعمل قدية ايه خمسمية فاحنا هنعمل خمسين طيب كل ده هيسعيدنا في ايه هيسعيدنا في زيادة سرعة حركة الوحدات دي حاجة مش وحشة المطارات المطارات نقدر نعمل 3 فانا طبعا مش هعمل غير واحد مطار زيادة اممكن نعمل مطار كمان عساس ان يبقى فيه مطارين طيب ميناء ميناء محتاجين 100 الف خرصانة واحنا ما عندناش 100 الف خرصانة الميناء هيزودنا نص في المية وياخد يعني ما يقرب من سنة ميناء فضائي ميناء فضائي ده يحتاج موارد كتير جدا واحنا ما عندناش الموارد دي محتاجين لسه المونيوم ونحاس استراليا استراليا عليها الدور طيب معايز اوريكو برضو ان احنا بتدينا نطور جامد قوي في الدبلوماسية والاقتصاد بس طبعا بتدي تطور في الدبلوماسية ودي حاجة ما كنتش باهتمي بيها خالص في السلسلات القبلي كده بس زي ما انتو شايفين كده على طول بسرعة الاعمار المفاوض حسن حسن الخلق وتدبير القصري ويستحقكوا الاحترام وانشاء الاغلبية واستقبال حار والانتسال للقوانين والمزايا المكاتب التمثيلية وبرضو لا تتم المحاكمة على الفائزين والسياسة الكبيرة والسياسة الخارجية والتأثير الثقافي ولا تسقط في عدم ثواني كده بس عشان نعرف ده تبع ايه اه تقدم الدول الاخرى مكتراحاتها اقل مرتين يعني مش كل شوية لاقي دولة طلبة مثلا حزر على الحروب حزر على باية السلاح لأ هتبقى قلب مرتين يعني بدل ما مثلا امريكا بتقول مثلا عشر قرارات في السنة هتقول خمس دي حاجة مش وحشة طبعا قويسة جدا طيب لا تسقط في عدم الرحمة خلاص فاضل لها يوم ونخلصها وبعد كده نقدر بقى نشوف ايه اللي ممكن نعمله هنا لا يمكن ان تقلع علاقات عن المتوترة مع الدولة التي تقع فيها المكاتب التمثيلية طيب هنا التقاليد المشتركة يصبح احتمال انفصال اقل بعشرين في المية هتبقى النسبة كبيرة اوي خمسة وثلاثين في المية تقريبا ويمكن اكتر او لا هي خمسة وثلاثين في المية صح ايه خمسة وثلاثين في المية لان التأثير الثقافي خمسة وثلاثين في المية ودي عشرين في المية تبقى خمسة وثلاثين في المية هنا يحترمون ويخافوا تحسينوا العلاقات العالمي مع جميع البلدان دي حاجة قويسة وهنا الاعياد والاحداث تزيد من تصنيف الحاكم النسبة عشرين في المية مش محتاجة بس عن اضطر نعملها عشان نزود دي والليها لها يمنع الساحة السياسية واني نفسي اعملها حاسس اني ليها لازمة بس هما طبعا مش جايبين فايداتها دلوقتي دلوقتي انا هعمل لا يمكن ان تقل العلاقات عن المتوقف ترمع الدولة التي تقع فيها المكاتب التمثلي طيب دي حاجة انا شايفها كويسة وهتنفعنا برضو ممكن نخش نوريكوا الاقتصادية احنا نطورين ايه وفضلين ايه طيب زمتوا شايفين كده نطورين القيمة المضافة الخزينة ومعدل الانتاج مخازن كبيرة ويه برضو هنا التخزين في مواقع الانتاج المعالجة المتقدمة للمعادن محاربة الفساد التجار زو خبرة هنا المدير الماهر لسه عملهاش ومعناش جواهر نعملها ارتفاع تصنيف الحاكم من نسبة واحد في المية يعني ملهاش لازمة قوي بس محتاجين نعملها علشان مثلا نبتدي نخش بقى في اللي بعده احنا دلوقتي نعمل المدير الماهر وبعدها هنعمل دي لتنقف في التكلفة البحوث في الصناعات بنسبة عشرين في المية بحوث في الصناعات انا مش فاهمه خالص مش فاهمه هو يعني تقصده مثلا ان هنا متكلف والله انا مش فاهم مش فاهم الحتة دي فلو حد يعرف ايه اهمية البحوث المتاحة ياريت تقوللي طيب فا احنا قدامنا دلوقتي احنا نعمل المدير الماهر دي ات حاجة عايزين نعملها والبحوث المتاحة وبعد كده بقى نخش واحدة واحدة على انتاج الخشب انتاج الخرصانة انتاج الحديد والرصاص ونحاس والزهب وبعد كده الظروف المواتية انا مش عارف ايه دي بس لما نعرف ايه نتاج بتاعتها ممكن تكون مترجمة غلط بس فيش مشكلة وعندنا هنا الاكاديمية الوطنية للعلوم وانتاج النفط وانتاج الالمونيوم والمطاط واليورانيوم والولاء للضرائب الولاء للضرائب دي يا جماعة بتقلل بنسبة كبيرة جدا ان الشعب يتدايق من الضرائب يعني مثلا بدل ما انت عامل مثلا مثلا يعني الضرائب 1000 فالشعب يعمل ينقص خمسة لا ممكن ينقص واحد فدي يعني حاجة مش وحشة خالص تمام مو طبعا على حسب كل دولة وعلى حسب الموارد برضو اللي عندك اللي كان من الوطنية للعلوم دي بقى وانتاج النفط وانتاج الالمونيوم واليورانيوم والمطاط والحاجات دي كلها انا مش عارف ايه فايدتها بس اكيد برضو بزيد الانتاج وكده بس محتاجين دلوقتي ان احنا نخش علشان نشتري مدافع تقول لي ليه تشتري مدافع ليه ليه قول لك وانا عايز اشتري مدافع هنبقى عندنا 15200 مدفع طيب وبالنسبة للدبابات فاحنا برضو نقدر نشتري دلوقتي تمام وبعد شوية نبقى نشتري خمسين دبابات كمان دلوقتي عندنا 72000 انا عايز اعمل حاجة بقى وقلت نا كنت عايز اعملها بعيدا الفيديو بس قلت لا لازم اعملها في بوست الفيديو وهي اننا هبيع كل المواد الغذائية اللي في الدولة طيب اول حاجة معانا وهي الملح البانيا الملح هنبيعه لها كله تمام ونخش دلوقتي على تاني حاجة وهي الشوكولاتة وبعد كده نخش على العصير تمام هجيب لنا فلوس حلو قوي هجيب لنا فلوس حلو قوي المضافات الغذائية هتجيب لنا برضو فلوس حلوة و برضو عندنا هنا الخبز 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 بيعناه كله لإيطاليا طيب رغم من إيطاليا بلد المعجنات بس مش عارف ليه هم ما اشترواه و اللحم كله لالبانيا رخيص قوي اللحم طيب و برضو ممكن نخش دلوقتي على الحبوب كوريا الجنوبية زي بتو شايفين كده بصوا الفلوس عملت زيت فوق ازاي طيب والفواكه كلها تمام حلوة دي طبعا المضايع الزيادة او المواد الغذائية الزيادة في الدولة فهنبيع التوابل كلها البوركينة فاسو برضو التوابل مكلفة طيب والسمك كله لكندا و برضو هنبيع كل السكر سكر لفرنسا المفروض برضو ان فرنسا بلد يعني المعجنات والحلويات و كده بس مش عارف هم هنا ملغبطين الدنيا شوية برضو طيب هتقول لي انت هتبيع بس المواد اقول لك انا الصراحة بقى يعني برا الفيديو بعت مليون وستمائة الف نفط او تعريبا دي برميل نفط بس هنقول مليون وستمائة احنا هنتعامل بها يعني كبرميل نفط مليون وستمائة برميل نفط تسمائة الف طيب كوريا الجنوبية برضو ايه اللي اشتريتها من هنا فاحنا دلوقتي هنبيع كمية اكبر وهي اتنين ونص مليون اقول لي اتنين ونص مليون اقول لك اتنين ونص مليون طيب و هنبيع ايه تاني هنبيع برضو خشب هنبيع ايه خشب هنبيع سبعمية تسعة وعشرين الف تسعمية ستة اه او اسف تلاتة هجيب لنا الفلوس قليلة اه وكل حاجة بس انا عايز ابيعه طيب عندنا الدرع برضو الدرع ممكن ابيع خمس تلاف هجيب لنا فلوس حلوة وبردو نقدر نبيع المسورة الى جزر القمر نبيع خمس تلاف هجيب لنا برضو فلوس حلوة طيب ممكن نبيع ايه تاني ممكن نبيع المطاط لا المطاط مش هبيعه طيب زي انتم شايفين كده يا جماعة الفلوس بتاعتنا بقت كام دلوقتي خمسة مليون ومئتين وتلاتين الف فحنا دلوقتي طبعا ما عندناش اي مشاكل ولا اي حاجة تخلينا ما نخليش الدبابات ستلاف زي انتم شايفين بقى عندنا ستلاف دبابة تخيلوا يا جماعة تخيلوا ستلاف دبابة وخمستاشر الف وتلتمية مدفع والجنود ده قدر اطور كمية كبيرة جدا جدا انا هحاول اعود كده فترة افضل اسيب الضرائب نحاولش في الضرائب في الضرائب والدخل اليومي لحد ما اعرف ان انا ارجع جنود تاني زي ما كانوا بس انا مش هرجع جنود دلوقتي انا عايز ان يبقى عندي برضو طيران قوي فخمسمية تقاذفة قنابل زي بتو شايفين كده يا جماعة بقى عندنا خمسمية تقاذفة قنابل وهنا عندنا الانجاز بتاع زيادة الجيش بمرتين خلصناه وبس يعني يكون فيديو بتاعنا خلص المهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبك اشتركوا في القناة اشتركوا فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد وطبعا انا عايز اقول لكم ان احنا وصلنا في المخازن مستوى الثلاثين في الغذاء وعشرة في الدهب واثنين في المعدات العسكرية ووصلنا ثلاثة واحد في الموارد امام اكفر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعل زر الجرس اقربنا نصر الاف مشترك عايزين اوصل الفيديو ده لعشر لايك انزل اعمل لايك سلام